بسم الله الرحمن الرحيم اصدقائنا اصدقائنا افهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعنا العزائيات والله بالصف الثاني والتدائي. ما وعدنا مع الدارس جدير النهاردة بانوان قياس الوزن. هنبدأ بسؤال تمهيد كده النهاردة. بقول ايهما اثقل وزنا. عايزين القطة ولا البلونة. عايزين نفكر. فهي الدارس النهاردة ان شاء الله هنقدر نجاوب مع بعض على السؤال ده. الهداف هنتعلم النهاردة في الدارس النهاردة ان شاء الله بعض انواع الموازين التي تستخدم لقياس قطلة الاجسام رخم اتنين قياس الوزن. اول حاجة بعض انواع الموازين التي تستخدم لقياس كتلة الاجسام. اول حاجة عندنا عندنا ميزان اسمه ميزان زو كفتين. الميزان ان هو ليه كفتين. تاني حاجة معنا ميزان اسمه ميزان زو كفة واحدة ولكنه رقمي. انا عدد اه كده بيظهر قدامنا الوزن. اخر حاجة معنا ميزان زو كفة واحدة برضو لكن مش في اه ارقام لا ده بمؤشر. دي احنا عندنا تلات انواع من الموازين لقياس كتلة الاجسام. ميزان ذو كفتين. ميزان ميزان ذو كفة واحدة رقمي. وميزان ذو كفة واحدة بمؤشر. بعد كنا عندنا رقم اتنين قياس الوزن. هناك اشياء ثقيلة لا نستطيع حملها. عندنا حاجات ابات ما نقدرش نشيلها. ما اقدارش نشيل العربية بتاعتنا. ما نقدرش نشيل اه حاجات كثيرة تعلي علينا. وفيه حاجات تانية ما اقدر اشيالها. وممكن اشيل الشنطة بتاعت انا وروح للمدرسة. اشيل الكتب بتاعتي. دي كلها حاجات خفيفة. انا اقدر اشيالها. чески الحاجات التقيلة ما بقدر اشيلها. والحاجات خفيفة بقدر اه اشيلها نجي بقى نشوف مع بعض شوية اسئلة كده واسيبك تجاوب معايا عليهم اول سؤال معانا بيقول لي ايهما اثقل مين اتقل في الاتنين دول للالم والكتاب يالله هنفكر مع بعض ايهما اثقل القلم ام الكتاب سامع الاجابة بتاعتك ها الكتاب صح برافو عليك اجابة صحيحة يبقى الكتاب اثقل من الكلام يا مستر الكتاب اثقل من الالم شوف سؤال كمان ايهما اثقل الارنب ام البقرة ايهما اثقل الارنب ام البقرة برافو عليك البقرة اثقل من الارنب شوف سؤال بعد كده بقى ايه ايهما اخف مش ايهما اثقل لا ايهما اخف من الخفيف فيهم العجلة ولا العربية ام ايهما اخف رفو عليك العجلة اخف من العربية الواجب بتاعنا ايهما اثقل البطيخة ام التفاحة هنتظر الاجابة في التعليقات اسفل الفيديو وبكنا نكون انتهينا من درس النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفهم نتعلم بلا صوت